إذن للحديث أكثر حول هذا الموضوع عملية إجلاء الجزائريين العالقين في أوكرانيا عبر طبعا البلدان المجاورة على غير الرومانيا حيث كما تبعنا وصلت بالأمس طائرة قل 76 جزائريا وصلوا أمس إلى المطار الدولي وكما تبعنا كان بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج سيد رمضان العمامرة للحديث أكثر عن هذا الموضوع معي في البلاتو سيد محمد هاني رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالبرلمان معي في البلاتو صباح الخير سيدي مرحبا بك أهلا أهلا وسهلا بك سيهاني بالأمس كنت حاضرا أيضا في الاستقبال الرسم الذي حظي به طبعا الجزائريين الذين كانوا عالقين في رومانيا بعد الحرب الروسية في أوكرانيا لو تعطينا تفاصيل هذه العملية عبرية للإجلاء التي قمتم بها طبعا بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية حقيقة أمس كنت أول طائرة وأول عملية إجلاء جزائريين من أوكرانيا ولكن منذ بداية الأحداث نداء كان موجه من طرف السلطة العليا وعلى رأسها سيد السفراء الموجودين في كياف وبوكارست وفي بولوندا وفي المجر يعني لقاوا نداء للجزائريين موجودين في طراب الأوكراني للتوجه إلى الحدود وهذه أول نقطة يعني بعد كوين خالية أزمة على مستوى الوزارة والجزائريين توجهوا يعني للحدود كان في الاستقبال أعضاء من القنصليات والسفرات يعني كانت هذه العملية مخطة ولكن الإشكال اللي كان مطروح هو صعوبة التنقل من كياف إلى الحدود بولوندية المجرية ورومانيا والأغلبية توجه إلى رومانيا والحمد لله الأمس كانت في كان عدد يعني هو 76 جزائري تنقل يعني جاء في طائرة الإجلاء واستقبلناهم في المطار بحضور سيد وزير شؤون الخارجية والجلية سيد الأعمامرة وكنا يعني كان نواب مجلس الشعب الوطني في الانتظار وكانت بداية فرحة وان شاء الله نتمنى يعني فرحة أكثر للعائلات يتنتظر في أبنائها إن شاء الله أكيد أنتم على تواصل مع المصالح الدبلوماسية هناك يعني في رومانيا وحتى في البلدان المجاورة هل العدد بدأ يتكاثر في هذه الحدود يعني من جزائريين هناك يعني في الانتلاق المكالمات كانت يعني مباشرة مع السفراء الموجودين يعني في البلدان يذكرناهم وكان اتصال مباشر مع جمعية جزائريين موجودة في أوكرانيا اليوم الإشكال هو التنقل من أوكرانيا يعني من كياف إلى الحدود العدد الرسمي يعني ما قدروش نذكره اليوم لأنه الأغلبية ما كانوش مسجلين وما تتحقوش يعني بالحدود ولكن بداية الأمس بـ 76 إن شاء الله أو تقرأ سيد الوزير أنه النداء اللي رسلناه الأمس أنه ندعو الجزائريين يتوجهوا لنقاط التجمع وهذا النداء بدناه من الأول لحظة أظن يعني تكون رحلة ثانية لإجلال أغلبية الجزائريين ليرغبين بس كي كان موضوع الرغبة والقدرة يعني ليرغبين في العودة إلى الجزائر نذكر أن وزارة الشؤون الخارجية كانت قدعت كل الجزائريين طبعا العالقين في هدل البلدان في رومانيا وحتى في بولونيا يعني التواصل مع المصالح الدبلوماسية هناك لتسجيل حتى يتسنى لهم طبعا اتباع الإجراءات اللازمة لتمكينهم من الوصول إلى أرض الوطن وضعتهم رقم أخضر وحتى إيميلي التواصل أنت حدث الآن سيد الكريم عن الجزائريين اللي ما زالهم تواجدين في كياف والمناطق اللي تعرف ربما فيه يعني تدخل روسي كبير يعني أتحدث عن المدن الغربية يعني اللي مع الحدود مع روسيا ربما لأنه تابعنا وشفنا عبر مواقع التواصل اجتماعين داءات استغاثة من هؤلاء كيف يتعاملوا مع هذه الحالات الخاصة بما أنهم يعني ملقاوش أيضا كيف يتنقلوا هل فيها ربما إجراءات استثنائية لإجلاء هؤلاء من هذه المدن هذه حقيقة يعني الوضعية رهي فيه وضعية حرب والصعوبة رهي موجودة ووعين بها ولكن كانت اتصادات كانت مشاركة من طرف السلطات البولندية السلطات الأوكرانية لتساعد يعني هذه العملية والصعوبة معروفة ولكن نتمنى ونتمنى وننداء لنوجهها من تجاه يعني من البلاطو وتع الشروق أنه الجزائرين يتوجهوا النقاط الأقرب يعني الأغلبية توجه رومانيا ولكن كان كما نقولون توجه إلى الحدود المجر وحدود بولندا لتسهيل هذه العملية الصعوبة موجودة ولكن السلطات العليا وكما تعلمون أن وزارة شؤون الخارجية عملت يعني من الجهود والصفراء موجودين في البلدان هادو مارا ويعملوا باش يجيبوا الأغلبية للجزائرين بكل إمكانيات لوضعوهم إلى الحدود ليسهلوا عملية الإجلاء التانية إن شاء الله ليتنظم في أقرب وقت يعني يزمن عدد من الجزائريين كما قالها سيداقيا الرحلات ربما المبرمجة يعني في هذه الأيام مرهون ربما بالطلبات الجزائريين هناك هكذا هذا هو الموضوع احنا نقوله مدام كان جزائري موجود في أوكرانيا سوف يعود إلى أرض الوطن لإتمام الفرحة العدد اليوم معدناش ولكن كما الأمس كانوا 76 تمناوا يكونوا عشرة يعودوا يدخلوا إلى أرض الوطن وهذه المهمة تعناه وواجب علينا كجزائريين نتضامنه في هذه الفترة نعم السيد محمد هاني البعض رفض للعودة إلى أرض الوطن وفي رأيك وشي الأسباب اللي خلاته اختيار الأمس عند الاستقبال تكلمت مع طالبة كانت يعني مدة سبعة سنوات في أوكرانيا والأسبوع هذا كانت حتكمل يعني الدراساتها يعني نحسوا بهم كانوا يعني استثمروا في حياتهم وعطوا حياتهم في هذه البلاد ودجوروا لان دمان كما نقولوا بالعامة يتحتم عليهم مغادرة الوطن هذه يعني اختيار احنا المهم المهم يخرجوا من أوكرانيا اللي سلامتهم سلامتهم والاختيار يعود للجزائريين يعني هم يطلبوا العودة احنا نستكلفوا بهم كسلطات ولكن اختيار يعود للشباب اللي موجود في أوكرانيا طيب سيد محمد هاني تحدثنا عن الجزائريين اللي متواجدين في أوكرانيا واللي طبعا اجتازوا الحدود الأوكرانية انتحدثوا على الجزائريين متواجدين في روسيا هل أنتم على التواصل مع جريتنا المتواجدة هناك لأنه نشفنا أيضا بعض الفيديوهات نداءة استغاثة أيضا في روسيا يعني حابين يعني يدخلوا للأرض الوطن دروف مختلفة القنصرية والسفرة في روسيا يعني تشتغل بكل دروف عادية لكن فيه تخوف وفيه قلق من طرف الجريت هناك هذا شيء عادي التخوف يكون يعني من الموجودين في بولندا ولكن يكون يعني حرب في منطقة الإنسان يتخوف ولكن السلطات في موسكو رهي متكلفة بالأمر يعني ما كاش كما نقولون ما كاش استعجالية في هذا الاستعجالية اليوم هو التكفل بالجزائريين لموجودين في منطقة حرب والحياة تحهم يعني مهددة هذا هو الموضوع اليوم وإن شاء الله تتطور الأمور يعني نحن نتمنى وهو السلام في المنطقة وإن شاء الله تتطور الأمور وتكون يعني تسهيل للجالية التي عنا بس تحودي إلى أرض الوطن وكملوا فرحة العائلات طيب فيها صعوبات من الجانب الأوكراني على المساعدات ربما اللي كان من المفروض تقوم بها منظمات إنسانية هناك هل توصلتم مع منظمات في المجال الإنساني بهذا المجال؟ هذه المنظمات تدخلت مع الحدود ما تدخلت في أوكرانيا كان يعني صعوبات شهادة طلبة للتحقب الجزائر الأمس قال لك كانت شيئا عنصرية يعني بين الأوروبيين والأفاريقة والجزائرين خاصة اليوم الإمكانية يعني لوضعتهم السلطات ديبلوماسية يعني تكفلت بهم عند الوصول إلى الحدود ما قدمناش ندخلوا في أوكرانيا ولكن في الحدود بعد وصول الجزائرين إلى الحدود كانت تكفل يعني على حسب شهادة الطلبة للتحقب الأمس يعني ممتازة والدولة الجزائرية وضعت إمكانيات اللازمة لتكفل بأبنائها يعني كل شيء متوفر بالنسبة للجزائريين تواجدين في البلدان المجاورة في رومانيا من مأكل وأيضا يعني فيها إقامة ويعني كل شيء متوفر هناك حرصنا على هذا الشيء وبشهادة طلبة للدخل الأمس الصفارات كفلت بهم هذا ما سمعنا في تصريحات يعني افتخرنا بهذا الشيء لأنه البعض منهم كانوا في فنادق والبعض كانوا في السفارة ولا في إقامة السفير يعني نشكرهم نخطنم الفرصة نشكر الجهود اللي بدلوها يعني الأسلاك الديبلوماسيات يعني في بولندا وفي رومانيا وفي المجر وهذا اللي نتمنى هو الشعب الجزائري يعني بين الأمس وبين في هذا الوضعية الصعبة أنه متضامن وفي كل فرصة يعني يشهد به العالم أن الشعب الجزائري متضامن من هذا نعم سيد محمد هني نتكلم في نقطة أخرى هل فيه إمكانية تواصل خليني نقول مع السلطات ربما التونسية والدول المجاوية لأنه من قبل يعني لو انتحدثوا على خليني نقول الحرب يعني الخاصة بكوفيد أن ذاك كان فيه تنسيق بين الدول لإجلاء رغاية طبعا من الخارج كانوا عالقين يعني عشنا هذه التجربة هل تشوف أنه إذا اضطر الأمور إذا كانت فيها ظروف خاصة طبعا سممكن يكون فيه تنسيق بين هذه الدولات حدث عن تونس ليبيا يعني في الدول المجاورة هل تكون فيه تنسيق يعني اضطر الأمر الأولوية يعني للجزائريين هذا شيء طبيعي ولكن الجزائر كما بينت في كل مظاهرات وفي كل الفرص يحتاجون يعني يظن يعني نأخذ المشؤولية اللي يحتاجون الإخوة التونسيين والليبيين الجزائر لا ترفضش المساعدة كما نساعدهم يعني في الميدانات الأخرى في الضرورة هذه يظن أن السلطة العليا سوف تتمد يعني ييد المساعدة للشعوب سيد محمد هاني بعض الطلبة البارحة سمعناهم يعني في تصريحات بخصوص يعني نحن تبعنا بيان وزارة الشؤون الخارجية طبعا هذا الحملة العسكرية تتشنها روسيا في أوكرانيا يعني خلفت حالة وفاة واحدة يتعلق الأمر بشاب يبلغنا عمر 25 سنة من تليمسان رحمه الله بعض طلبات كل مقلك عندنا يعني أصدقائنا وزملائنا هناك لحد الساعة يعني ما سمعنا عليهم حتى أخبار وش قلنا في هذا النقطة سيد الكريم نقطة من فرصة أن ترحموا للمرة الأخرى على الأخ طالبي ربي رحمه نعزيه يعني العائلة طالبي من تليمسان وحقيقة هذه كان يعني ذكرها الإخوة والطلبة لتقدموا الأمس إلى المطر هو ريبونين أنه كان أصدقاء لخبر عليهم كان وضعية تانية عند الوصول إلى الحدود ما كاش الأغلبية كانوا في اتصال عبر الريزو سوسيو والهواتف النقالة وكان مشكلة يعني تعبعها وكان مشكلة تع كما نقوله في ميدان تليكوم الرومينغ بين أوكرانيا والبولندا يعني ما نتخلقوش عليهم لأنه كان عمل مبدول من طرف الأسلك الدبلوماسية للبحث على الجزائرين هدو وإن شاء الله يكون خبر مفرح في الأيام القادمة وإحنا اليوم المهمة الكبيرة هو النداء اللي نوصله للجزائريين الموجودة في أوكرانيا التقرب في أقرب وقت من الحدود الرومانية أو البولندية أو الماجرية لتكفل بهم والعودة إلى أرض الوطن لحب يعني يعود إلى الجزائر في أقرب وقت الرحلة القادمة يعني تتوقع وقتاش تكون تكون هذا الأسبوع يعني في ضرف هذا الأسبوع أظن أظن هذا الأسبوع هو يعني هذا التقديم يعني وتنظيم هذه الرحلة سوف يقرر عند تعيين عدد عدد من الجزائرين في الحدود الإيروغروبي في منطقة واحدة باش ننقلوا للرقم الممكن الأكبر الممكن إن شاء الله سيد محمد هاني رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالبرمان شكرا جزيلا لك هذا التوضيحات وكل التوفيق لأنه أدري أن الأمور صعبة جدا في هذا الوقت إن شاء الله يعودوا لكل جزائريين سالمين إن شاء الله إن شاء الله شكرا لكم وبرك الله فيكم وكل التقدير والاحترام لكم على المجهودات التي تبذلونها واجب علينا هذا شكرا سيد محمد هاني نتواصل دائما معكم مشاهدين في كل مكان من خلال هذا الموعد الإخباري طبعا أفدت مصالح أدرك الوطني بولاية البلد